أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال تفاقد أهل مصنع شركة أسرازينيكا مصر بالجهود الكبيرة المبدولة من الشركة لتطوير التصنيع والإمكانيات المتقدمة المتواجدة في المغزن الاستراتيجي للمواد الخامة خلال الجولة أشهر رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أنه يجري تنفيذ أعمال توسعة بالمصنع لزيادة طاقته التصنيعية بمقدار 1.29 مليار قرص للوصول إلى طاقة انتجية تبلغ 2.195 مليار قرص بحلول عام 2028 هذا إلى جانب ضخ 50 مليون دولار أمريكي في شكل استثمارات جديدة تعادل ما يقرب من 50% من رأس مال الشركة وأضاف أن شركة أسترزانيكا تدرس حاليا إمكانية توطين 80% من الوحدات المنتجة في مصنع مصر بحلول عام 2028